موسيقى هي مرحلة حرجة تلك التي تمر بها العلاقة بين روسيا والغرب توتر على أشده يجعل الحرب الباردة ربما على الأبواب العصاب مجدودة وتنذر بانفجار لا يرجوه أحد حدود روسيا الغربية ملتهبة وتزيد من توتراتها خطوط حمر رسمتها وحذرت من اجتيازها وإلا فإن الخيار العسكري لا بديل عنه هكذا يرى قيصر روسيا الرد على مهددي أمنه القومي أوكرانيا في عين العاصفة أو هكذا ربما أرادها الطرفان ساحة صراع فتدفع روسيا بجيش جرار إلى الغرب يستنفر الغرب ويحذر ويتوعد بعواقب وخيمة قد لا تتعدى عقوبات اقتصادية قاسية الخيار العسكري لا يبدو مطروحا الآن على الطاولة أشهر ثقيلة مرت على الشرق الأوروبي تخللتها لقاءات جمعت ضدين بايدن وبوتن في حوار استراتيجي وأخرى جمعت واشنطن بحلفائها الأوروبيين لرص صفوف بعد بينهما ترومب والاتخاذ قرارات مشتركة تدفع ما تراه خطرا روسيا عنها وتتصدى أيضا لتبدده بعيدا عن حدود الروسية فأفريقيا والشرق الأوسط محل اهتمام الجميع من الشرق والغرب وهنا تحتدم المنافسة فما الذي يحمله عام 2022 لروسيا لأمريكا للأوروبيين لمناطق متورطة في صراع الغربي والشرق وبما أن العلاقة بين القوتين النويتين الأكبر عالميا تزداد توترا يحاول الطرفان خفض حدته تجنبا لصدام طبعا لا تحمد عقبه فلذلك أطلق حوارا بهدف الاستقرار الاستراتيجي في العالم لنتابع ظهرت فكرة الاستقرار الاستراتيجي في أواخر الثمانينيات في الوقت الذي لاحظ فيه المجتمع الدولي أن الحرب النووية بين واشنطن والاتحاد السوفيتي قد تندلع في أي لحظة وبعد انتهاء الحرب الباردة أدرك البلدان مدى الخطر من مقوية حرب نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فبحثتا عن طرق للطمأن المتبادلة وخفض توتر المجتمع الدولي من اندلاع أي أعمال عدائية بين واشنطن وموسكو من هنا توصل الطرفان إلى الالتزام بما سمي الاستقرار الاستراتيجي وكان الغرض في البداية وصف الظروف التي سيتم في ظلها تقليل خطر اندلاع نزاع مدمر عالمي كبير بين القوتين النوويتين وتقديم ضمانات متبادلة بعدم تجدد العداء بينهما وفي بيانهما المشترك في يونيو عام 1990 حول المفاوضات المستقبلية بشأن الأسلحة النووية والفضائية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي عرف الجانبان هذا الاستقرار بأنه الافتقار إلى الحوافز للقيام بدربة نووية وعلى الرغم من ذلك لم يتضمن النهج أي اتفاق يمنع اندلاع كافة أنواع الحروب بين الدولتين لكنه تضمن اتفاقا على فعل كل ما يلزم لمنع اندلاع مواجهة في أوقات السلم موسكو وواشنطن وعدتا أيضا بالسعي للتوصل إلى اتفاقيات من شأنها تحسين القدرة على البقاء وإزالة الحوافز لدربة نووية وهي وعود ترجمت لاحقا في اتفاقي ستارت واحد واثنين ومنذ بداية العام تصاعدت لهجة التصعيد وسيطرت على الأجواء بين روسيا ودول حلف النيتو والسبب اتهامات موسكو للدول الحلف بتكثيف تحركاتها عند الحدود الشرقية لروسيا ومخاوف من تمدد هذا الحلف على طول هذه الحدود الحلف لا ينفي لكنه يقول إن هذه التحركات تهدف إلى حماية أمن دول التكتل الأطلسي ولكن أين تتحرق قوات حلف النيتو بالضبط وكيف تتوسع شرقا البداية من هنا من البحر الأسود الذي تعتبره موسكو عمقا استراتيجيا لها بينما واشنطن وبقية دول حلف النيتو تتحرك فيه بشكل متواصل بسفن وطائرات استطلاع وتنفذ كذلك مناورات عسكرية آخرها كان اسمه نسيم البحر مثلا وعلى الجانب المقابل تبدي موسكو غضبها وتجري أيضا في البحر الأسود مناورات مضادة تنفذ فيها المقاتلات الروسية طلعات وهمية لضرب سفن معادية هنا لا ننسى الإشارة طبعا إلى شبه جزيرة القرم عقدة الخلاف الروسي مع حلف النيتو فالأجواء هنا تشهد طلعات استطلاع للطائرات التابعة لحلف النيتو باستمرار لا سيما في جنوبها وغربها وترصدها موسكو وتعبر عن رفضها لتلك الطلعات حالة التحفز العسكري هذه بلغت أشدها قرب القرم في يونيو الماضي حين أبحرت المدمرة ديفاندر البريطانية ضمن نطاق 12 ميل من شبه الجزيرة هذا الأمر شكل اختراقا للمياه الإقليمية الروسية كما قالت حينها موسكو وحدثت مناوشات بين الطرفين برزت فيها قنابل والطلقات التحذيرية فبريطانيا التي تندرج طبعا في حلف النيتو لا تعترف أصلا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم التي كانت يوما ما تابعة لأوكرانيا الحديث عن أوكرانيا يطول فهي التي تتعاون مع النيتو بتدريبات عسكرية لا تنتهي وفيها تحضر قوات بريطانيا ضمن مهمة أوربيتال التي تقوم من خلالها بريطانيا بتدريب الجيش الأوكراني منذ عام 2015 ونفذت لندن حتى الآن مهمة تدريب نحو 20 ألف جندي أوكراني خلال السنوات الخمس الأخيرة نهيك عن عشرات المناورات الجوية والبحرية المشتركة على كل جنود بريطانيا ليسوا موجودين فقط في أوكرانيا بل يحضرون أيضا في رومانيا في رومانيا المطلة هي الأخرى على البحر الأسود وتحضر بريطانيا هناك بقاعدتين عسكريتين في الشرق والجنوب فقد بدأت هذه القواعد عملها عام 2016 وتدير العمليات ليس فقط في رومانيا بل في بلغاريا المجاورة إذن كل هذا يجري في البحر الأسود ولكن ماذا عن البحر الآخر عن بحر البلطيق هنا ساحة مواجهة أخرى بين روسيا والنيتو ففي عام 2017 زاد حلف النيتو من وجوده في بحر البلطيق ضمن عملية تعزيز الوجود المتقدم حيث تم نشر أربعة كتائب متعددة للجنسيات في دول البلطيق إسطونيا، لاتفيا، ولتوانيا ونقلت إليها آليات عسكرية ثقيلة وأنشأت مراكز قيادة وتنسيق وبنى تحتية جديدة كما أن مجموعات بحرية تابعة للنيتو بدأت بالانتشار في بحر البلطيق من ضمنها مدمرات وفرقطات على رأسها المدمرة الحربية غرايفلي التابعة للقوات البحرية الأمريكية وهذا بطبع الحال أغضب روسيا مرة أخرى فخرجت وزارة الدفاع الروسية لتعلن أنها تراقب هذه التحركات لمنع وقوع أحداث طارئة محتملة إلى بولندا دعونا نذهب التي تذكرها موسكو دائما أو تذكرها دائما في تصريحاتها موسكو تقول إنها على علم بنشر أنظمة باتريوت الصاروخية الأمريكية على الأراضي البولندية وتضيف موسكو أن آليات حلف النيتو تتعزز هناك وكذا عمليات نشر القوات متعددة للجنسيات وإنشاء مراكز قيادة وتنسيق إذن تلويح بالقوة العسكرية هو الخيار الأول في معركة النفس الأطول بين روسيا وحلف النيتو لكل منهما قوة عسكرية ضخمة يهدد باستخدامها فكيف تبدو المقارنة بينهما موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر إثر استفتاء ترجمة نانسي قنقر 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 بدأت الحرب في دونبوزك والمناطق الأخرى شرق أوكرانيا. حالياً وبعد سبع سنوات من الحرب تمكننا من بناء جيشنا وتعزيز دفاعاتنا وتمكننا أيضاً من تقوية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات في الدولة بشكل عام. وبالتالي الآن نفهم أن روسيا تحاول أن تلجع إلى الترهيب من خلال التلويح بالحرب. ونود أن نتفادأ الحرب لأننا طبعاً لن نتسبب بها. ولكن إذا ما قررت روسيا أن تهاجمنا سوف نرد. هل باستطاعتكم دكتور أن تردون بالفعل عسكرياً؟ هل تعتقد بأنكم سوف تكونون في حال تم هذا السيناريو بأنكم سوف تكونون لوحدكم في المعركة ضد روسيا؟ لأنه واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفتح لن ترسل جنود للحرب هناك. والنيتو ربما خيارات العسكرية ليست على رأس أولوياتي على أقل المواجهة المباشرة. أنت محقاً. ونحن لا نعتمد على النيتو. لقد تعلمنا الدرس عام 2015 وبأننا لا يمكن أن نعتمد إلا على قواتنا. وبالتالي فنحن قمنا بتجهيز القوات التقليدية والقوات الأخرى لمواجهة روسيا إذا ما كان هناك محاولة للغزو. ولكن نتوقع من الغرب أنه في حال حدث هجوم أن يتم وضع عقوبات على روسيا ونحن نعمل حالياً لإقناع شركائنا في الغرب بأنه يجب فرض عقوبات قبل أي عمل عدائي لأن تاريخياً روسيا لم تقم أبداً بتهجم على عدو أقوى منها أو على عدو مستعد للقتال. وبالتالي إذا ما قام الغرب بفرض عقوبات وقائية فهذا سوف يخفض من تحديد الحرب. طيب أذهب إلى موسكو. بروفيسور أليكساندر جورنوف اليوم الرئيس الروسي بوتين قال نحن لن ندخل بحرب ولا نفكر بهذا الاعتداء أو الدخول العسكري في أوكرانيا. ولكن لدينا ورقة فيها ضمانات أمنية فيها مطالبات من النيتو واضحة دعونا نجلس ونتحدث. وكان في حديث أنه اليوم بين واشنطن وموسكو سوف يبدأ الحوار مع بداية هذا العام مع الشهر الأول. ما المتوقع؟ ماذا تتوقع في عشرين وعشرين؟ المزيد من الحوارات. لأنه بصراحة من الملاحظ كان أنه بعد كل قمة افتراضية بين بوتين وبايدن تبدو الأمور عسل. ولكن بعدها ترتفع التوترات ونصل إلى حفة مواجهات عسكرية وحتى اتهامات صعبة. فما الذي يجري؟ ما نوع هنا اللعبة التي تجري بينهما؟ تجدر الإشارة بأن بوتين لفترة طويلة حاول التسوية بطرق دبلوماسية هذه الشروخات التي صنعتها أوكرانيا بين لغانسك ودنباس. وبوتين شارك شخصيا مع الفرنسيين والألمان في محاورات اتفاقية مينسك. وحاول أيضا إقناع أوكرانيا بأن تنفذ التزاماتها وفق اتفاقية مينسك. وأنتم أشرتم أيضا إلى أن هناك أيضا خارطة طريق لتسوية هذه الأزمة. ولكن لم نستطع أن نقنع أوكرانيا بذلك. وأوكرانيا دائما تقول أنها لا تعتزم تنفيذ هذه التزامات. وبين 13 من بنودي مينسك افتعلوا عشرة بنودي لم تكن موقعة من قبل أحد. وبوتين أيضا يحاول أن يقنع أوروبا ومن ضمنها فرنسا وألمانيا. لكي يكون هناك ضمانات ويحاول عبر ذلك أن تجلس أوكرانيا والدول الأوروبية أيضا خلف طاولة المفاوضات. لم ترد لا فرنسا ولا ألبانيا على هذه الاقتراحات التي قدمها بوتين. ولا يريدون أن يحركوا ساكنا لحلحلة هذه الأزمة. وللمضي قدما في التسوية. وعندها بوتين بعد كل هذه المحاولات منذ شهر فهم وكما يقولون في روسيا أنه من قبل بعض الأشخاص الذين غير لائقين. لا يجوز أن نتحدث مع طبق الدنيا ومع الحتالة في هذا المجال. فيجب علينا أن نختار النخب للحديث معها. فلذلك قرر بوتين أن يقترح على بايدن خريط الطريق لتقديم ضمنات أمنية. وأرسل إلى بايدن هذه الاتفاقات وهذه المقترحات. وأعتقد أنه لا أحد من قبل المشاهدين ولا من قبل المشاركين أيضا قرأوا هذه المقترحات التي قدمها روسيا. للأسف هذه المقترحات تتحدث عنها فقط روسيا. لماذا يتم تغييب هذه المقترحات التي تقدم من قبل بوتين إلى بايدن؟ لم تروا في هذه الوثيقة التي قدمت أي طلبات أو مطالبات خارجة عن الأعراف والتقاليد الدولية. ونحن نطلب فقط تقييد الناتو وعدم نشره وتوسيع الناتو على حدود روسيا. لذلك أريد القول ما هو الفرق بين الأوضاع الحالية اليوم ومن يسمون بوتين بأن هناك تهديدات. ماذا تختلف هذه الحالة عن أزمة الكاريبية التي كانت ذات المشهد وذات الأخطاء. قبل أن أذهب أرجع كل هذا التاريخ تعيدنا معك دعني أذهب إلى واشنطن. سفير وليام كورتني سمعت معي هذا الخطاب الروسي. يقول لماذا يتم تغييب ضمانات الأمنية التي قدمتها روسيا المقترح. وهي لم تطلب أشياء مستحيلة. وأيضا بأنه نفذ سبر بوتين بالتحدث إلى العموم أو إلى الأطراف الغير منضبطة. والآن يريد أن يضع الأمور ويضع نقاط على الحروف. وبالنتيجة أن السلطة في كيف هي من تعتدي أو غير ملتزمة على مينسك. روسيا ليست طرفا. روسيا من الراعين للسلام والاستقرار في كيف أو في أوكرانيا بناء على مينسك. فاسهر لما هو موقفكم. كيف تردون على هذه النقاط؟ من الواضح أن هذه الأزمة بدأت عام 2014 عندما قامت روسيا بغزو أوكرانيا وعندما قامت بالضم غير القانوني للقرم. وأرسلت المرتزقة شرق أوكرانيا لشن حرب في دونباسك. وهذه الحرب مستمرة منذ سبع سنوات. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عشر ألف شخص نتيجة لذلك. ويبدو الآن أن روسيا تحشد أعدادا خير مسبوقة للجنود على الحدود الأوكرانية. وهذه ليست أعداد الجنود الطبيعية للتمارين العسكرية التي بدأت الربيع الماضي. ولكن أيضا هناك حشد لأنواع الجنود الضروريين عندما تستعد دولة لشن حرب. أيضا موسكو تنقل الجنود من مناطق نائية إلى هذه المناطق الحدودية. إذن الوضع جديد والولايات المتحدة وأوروبا قلقتان من حرب روسية محتملة. وبالنسبة للطلب الروسي بضمانات أمنية فهي تطالب أن يتم تقويد الناتو بأن أوكرانيا لن تكون دولة ذات سيادة. وبأن روسيا يمكن أن تسيطر عليها ما تشاءت. وأن الولايات المتحدة يجب أن تسحب سلاحها من أوروبا. وهذا لن يحدث فهذه المطالب قدمت فجأة ويرغبون برد مباشر وفوري. واقترح البيت الأبيض أن يكون هناك محادثات في جناف شهر يناير. والرئيس بوتين في مؤتمر الصحفي اليوم قدر هذه المبادرة. ونأمل أن يكون هذا الحوار قادرا على تخفيف حدة التوتر. ولكن أعتقد أن هذا الحشد العسكري على الحدود الأوكرانية ينظر بعمل عسكري في أوكرانيا. وهذا جديو الغرب لا يفهم حقيقة ما يرغب به بوتين. هل أنه قلق لأن أوكرانيا تقترب من ناتو؟ أو أنه قلق بأن أوكرانيا تقترب من الغرب أكثر؟ لأنه كما قال السيد بيترو بدأ الأوكرانيون أكثر عدائية في مواقفهم لروسيا ويتقربون من الغرب. فلا نعرف سبب سخط الكراملين. طيب أذهب إلى كييف. دكتور بورغوفيسكي في الداخل نحن نتكلم الآن بعيدين ألاف الأميال طبعا بالملايين. كيف تحضرون نفسكم لعام 2022؟ ما هي الخطوات التي تتوقع بالنتيجة أن يتم الحوار حولها والتفاوض؟ ما هي النسب بالفعل أن تسود البندقية والرصاص أن يسود الأجواء؟ هل الجنود اليوم في الخناديق؟ كيف تحضرون نفسكم من ناحية الميدانية العملاتية أيضا؟ أود بداية أن أتحدث عن الأدوات الدبلوماسية المتوفرة لدينا. وكما قلت فنحن لا نوفر جهدا لكي نتمكن من تفادي الحرب. وأرسلنا وعندما أقول أرسلنا عن الرئيس الأوكراني أرسل كتابا للرئيس الروسي والرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الجديد. وقدم مقترحات حول كيفية تطبيق بنود مينسك. ولدينا مطالبات ثلاثة من جهتنا. نعتقد أن حتى روسيا في الطرف الآخر من النزاع وأنا أصر على أننا في حرب مع روسيا في تومباس. فإذن إذا ما كانت روسيا حقيقة تود أن تتفادى الحرب يمكن أن تتخذ هذه الخطوات أولا أن يتم الآلان عن وقف إطلاق نار دائم. وهذه رغبة أوكرانيا وأولوياتها حكومة وشعبا بأن يكون هناك وقف إطلاق النار وأن يكون هناك مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للإشراف على وقف إطلاق النار هذا. وأن يكون ذلك على الأراضي المحتلة في تومباس وما في ذلك الحدود غير المضبوطة بين روسيا وأوكرانيا. وثانيا اقترحنا على روسيا أن تفتح المنافس المغلقة الآن في تومباس وهي مغلقة لأسباب غير مبررة. ونحن نطلب من القوات الروسية وإدارات قوى الاحتلال بأن تفتح المنافس من وإلى هذه المناطق المحتلة لكي يذهب السكان إلى الأراضي الأوكرانية للقائدويهم والحصول على الرعاية الطبية. إذن الجيش رفض وفتح هذه المعابر والمقترح الثالث هو إعادة معتقلي الحرب الذين تم اعتقالهم عام 2013 من قبل الجنود الروس وأن يعادوا إلى أوكرانيا. إذن هذا هو المقترح لروسيا لكي نخفف من حدة التوتر. ولكن كما قلت سوف نحاول أن نتفادى الحرب مهما كان الثمن. وسوف نحاول أن نتفاوض على الأقل على أن يكون هناك وقف طلاق نار في دومباس دائم. ولكن إذا قررت روسيا بأنها لا تود أن يعمل السلام وتقرر مرة جديدة وأصر تقرر مرة جديدة أن تحتل أوكرانيا. فيجب أن تتذكر أن لدينا جيش جاهز وأيضاً لدينا ملايين من المتطوعين الذين لديهم خبرة طيطال من عام 2014. نعم. ولدينا معدات ومساعدات من شركائنا. وحصلنا عليها من الولايات المتحدة وكندا وتركيا. نعم. نعم. شكراً لك. الدكتور بيترو بيركوفيسكي من كييف. وهو زميل أول في مؤسسة مبادرات ديمقراطية. شكراً لوجودك معنا في هذه الفقرة. مشاهدينا من واشنطن ومن موسكو. وأرجو أن تبقوا معي هناك المزيد من الحديث عن هتين العاصمتين طبعاً. وتقاسم النفوذ في مناطق أخرى. تحدث عن أفريقيا تحديداً بعد الفاصل. موسيقى ضمن مساعي الرئيس الروسي لكسب موطئ قدم عالمي يعيد بلاده إلى مصاف القوى العظمى. وسعت روسيا نفوذها في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة. فكيف تطورت ملامح هذا الحضور؟ لنتابع معاً. موسيقى بالأمن والمصالح الاقتصادية تستثمر روسيا في القارة الأفريقية. وهو ما تجلى في القمة الروسية الأفريقية في أكتوبر عام 2019 في سوتشي. والتي تمخض عنها توقيع اتفاقيات معظمها تمحور حول السلاح والمعدات العسكرية. لم يطل الأمر كثيراً. ففي مايو 2020 صدر تقرير لمحة ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام. الذي كشف أن موسكو باتت أكبر مورد للسلاح في العالم إلى القارة الأفريقية. بعد ذلك وقعت روسيا اتفاقيات عسكرية مع دول الساحل الأفريقي. كان آخرها موريتانيا في يونيو 2021 في مجالات متعددة منها التدريب الأمني والعسكري وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب. وفي يوليو 2021 أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا أرسلت ستمائة جندي إضافي إلى إفريقيا الوسطى لتدريب الجيش والشرطة والحرس الوطني في تنافس واضح مع فرنسا. وفي الشهر ذاته عمقت روسيا تعاونها الدفاعي مع حليف غربي آخر لكن هذه المرة ضمن التنافس مع واشنطن حيث أعلنت توقيع اتفاقات للتعاون العسكري مع إثيوبيا. وعلى مستوى غير الرسمي أثارت تقاريرونية حكومة مالي الاستعانة بمقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة للمتعاقدين غضباً أوروبياً وتحذيرات من فرض عقوبات. للاقتصاد أيضاً نصيب من تحركات روسيا فهي تستحوذ على أكبر الاستثمارات في موارد القارة من خلال شركة غازبروم التي وقعت اتفاقات عدة آخرها مع جنوب إفريقيا ناهيك عن انخراط شركات تعدين وحديد وصلب روسية مثل روسال في مشاريع استخراج الذهب والألماس والحديد في غينيا. نعود إلى ضيوفي هذا من واشنطن عبر زغوم أسفير وليام كورتني ومن موسكو البروفيسور ألكساندر غورنوف أهلاً بكم من جديد أبدأ معك حقيقة من موسكو بروفيسور أريد أن أفهم أكثر اليوم ما الذي تريده روسيا يعني كيف ترى أفريقيا بالنسبة لها منجم ذهب من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السروات الطبيعية حالة أمنية لا بد من سيطرة عليها من ناحية سيطرة على الإرهاب وفيها كثير من منابع الإرهاب أم هي أيضاً مسرح من مسارح نشر النفوذ السياسي الذي بطبيعة الحال إذا كانت روسيا تريد أن تعود لمصاف الدول العظمى لا بد أن يكون لها مثل هذا النفوذ في كل مواقع الأرض أولاً أود القول أنا لا أعرف أنه كانت هناك إرسال لجنود إلى أفريقيا كما ورد في التقرير للتدريبات أو ما شابه ذلك نعم كان هناك مستشارون أرسلوا إلى أفريقيا للتنظيم والتدريبات والاستشارات ولكن هذا ضمن التقاليد والعراف الدولية للعودة للسؤال إلى هذا البرنامج برنامجكم هو برنامج حكيم بالفعل أنه قرر أن يغطي هذه الفقرة وهذه النقطة نقطة نشر نفوذ روسيا أو وجود روسيا في أفريقيا وهذا واضح لما هي الأسباب عندما سأل بوتنا ماذا سوف يحصل لو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل بمقترحاتنا وسوف تصر على نشر أسلحتها وقواعدها بالقرب من روسيا فأجاب بوتنا أنه الردد فعل روسيا سوف تكون غير متوقعة بالنسبة لبايدن ولأمريكا قد تكون أفريقيا أحدى أطر هذه ردود الأفعال التي تحدث عنها بوتن والتي قد تكون مفاجئة لذلك وجود روسيا في هذه الدول هو أمر بالغ الأهمية ولكن أنا أنظر إلى وجود روسيا لأن هذه عبارة عن تدبير ردودية فقط فمثلا في أمريكا صرح بأن أمريكا على حفة الحرب الأهلية هذه تصريحات وردت من أمريكا ماذا يقترح بلينكين؟ يقترح بأنه يجب أن لا نتخلى عن الهيمنة الأمريكية لا يجب أن تغلق الأبواب في وجه أمريكا وأن لا سوف تكون هناك فوضى هذا ما تصرح به الولايات المتحدة والخبراء هناك منذ عام 45 الولايات المتحدة الأمريكية كانت تختلق عدوا لوجودها لا تستطيع أن تعيش دون عدو فالآن القوة على الفوض في هذه المناطق المتعددة والمترامية في بقاع المعمورة أصبحت غير قادرة على هذا التحكم دعني أذهب إلى واشنطن لذلك تريد أن تصدم الدول فيما بينها طيب نعم سمح لي فقط أن أكتفي بهذا القدر من جوابك الآن ولكن أريد أن أفهم أكثر سفير كورتني ما رأيوا لولايات المتحدة اليوم هل بالفعل كما تقول روسيا بأنكم تخترعون عدوا لأنكم بحاجة لدوام المعركة المعركة الأمنية الاقتصادية والسياسية والعسكرية وهذا ما تفعلونه اليوم مع الولايات المتحدة مع روسيا وفعلتموه مع الشيوعية واتحاد سوفيتي وربما اليوم نأتي إلى الصين في هذا السياق هل بالفعل اليوم روسيا هي بريئة واشنطن تخترع هذا الحرب تتبلع عليها كما يقال وحدثني أكثر عن كيف يمكن أن تباغت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية برد في أفريقيا ماذا تعني أفريقيا للولايات المتحدة الأمريكية من حيث التواجد اقتصادي الأمني السياسي والعسكري بالنسبة للعدو الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اختلاق أعداء ولا نود أن يكون لدينا أعداء من حول العالم فنحن قراراتنا هي حيال بعض الخطوات التي تكون عدائية مثلاً الخزو الروسي لأوكرانيا عام 2014 أدى إلى اتفاق أوروبي أمريكي بأن هذه الخطوة عدائية وتستحق رداً وفرض عقوبات الولايات المتحدة تعرضت لهجمات سيبرانية وتدخل في انتخابات عام 2016 وكان هناك خطوات أخرى قامت بها روسيا في أوروبا بما في ذلك تسميم بعض الروس مثلاً حالة أليكسي نافالني وبعض الأمور التي تحدث داخل روسيا الآن وحتى من بين ذلك إقفال مؤسسة تعمل على أي قمع حدث في السابق إذن روسيا تتخذ خطوات داخلياً وخارجياً بما كان يحدث إبانا الاتحاد السوفيتي فنرى زيادة للقمع داخلياً وتوسع في الخارج لا نعرف السبب في ذلك ولكن نرى هذه الخطوات تحدث والرد الغربي يتضمن عقوبات وقد يكون هناك عقوبات اقتصادية قاسية إذا ما قررت روسيا أن تخزو أوكرانيا أما بالنسبة لأفريقيا أيضاً الاتحاد السوفيتي كان متواجداً في أفريقيا ولكن عندما أنهار الاتحاد السوفيتي لم تحتم روسيا في أفريقيا لأنها لم ترى أي أهمية استراتيجية لروسيا مقارنة مع دول أخرى مثل سوريا مثلاً حيث تدخلت روسيا روسيا لديها الكثير من الموارد الطبيعية وقد لا تحتاج إلى المعادن من أفريقيا الصين مثلاً هي بحاجة إلى هذه المعادن لأن الصين ليست لديها الموارد الطبيعية المتوفرة لروسيا وبالتالي الصين موجودة هناك من خلال هذا المدخل وهناك الكثير من الخطط لتسبب بمشاكل الأوروبيين وجهات الأخرى المتواجدين في أفريقيا والولايات المتحدة تود أن تكون علاقة سلمية أكثر مع روسيا ولكن هناك الكثير من التطورات داخل روسيا وتهديد الحرب ضد أوكرانيا تجعل العلاقات متوترة طيب ما رأيك بروفيسور أليكساندر بما سمعناه من سافيوريام كورتني وحقيقة فقط أنا معي دقيقتين سوف أختم كل هذا البرنامج خلينا نقلب صفحة جديدة وأسألك سؤال أساسي ماذا تتوقع في 2022 في دقيقتين على مستوى العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة اليوم من صحيفة سكا نيوز سألوا سؤالا لروسيا ماذا يمكن أن أفهم من روسيا أهم شيء يجب أن يفهم الجميع بأن بوتين يختلف عن كل القادة الأوروبيين بأن ما يتحدث عنه القادة الأوروبيين لا يعني أي شيء ولا يوجد أي ارتباط بالقول والفعل معا بذات الوقت الرئيس بوتين دائما يعلن ويصرح وفعل أي أنه قول وفعل وليس فقط أقوال وتشدق في الحديث وعندما تحدث الجميع عن الصواريخ كان الجميع يتوقع بأن هذه الصواريخ غير واقعية ولكن أثبتت روسيا لجميع أنها تمتلك كل هذه الصواريخ والكل يخاف من ذلك شكرا لك بروفيسور أليكساندر جورنوف أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو العلاقات الدولية حدثنا من موسكو شكرا لسفير وليام كورتني عضو اللجنة الاستشارية السنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التشارب النووية وكان مساعدا خاصا رئيس الأمريكي كلينتون لروسيا وأوكرانيا وأوراسيا حدثنا طبعا من واشنطن شكرا لكم على هذه المشاركة شكرا لك لنرى الآن على شرق كيف كان النسب التصويت والسؤال كان هل تشعل أوكرانيا شارك حرب بين روسيا والغرب في 20-20-75%؟ يقولون لا ويبقى هذا 25% لنعم على كل الأحوال العام أصبح بعد أقل من أسبوع نتمنى أن يعمه السلام والمحبة والاستقرار والتقدم والصحة إلى اللقاء الشرق دوت كوم وشرق ناو بانتظاركم لمتابعة كل حلقاتنا ألقاكم 20-22